التغير المناخي. كابوس العصر. تهديد لاستمرار نظام دورة الحياة. اتفاقيات ووعود لم تجني ثمارها بعد. حيوانات مهددة بالانقراض. وغابات تحولت لصحراء. وصحراء قد تتغير هيئتها. ولأول مرة تاريخيا في شهر يونيو. درجة حرارة الأرض. تتجاوز عتبة الدرجة والنصف مئوية بهذا الشكل. لكن لتصل بذلك درجات الحرارة لمستويات قياسية. عتبة الدرجة والنصف مئوية تم تجاوزها في أول مرة في ديسمبر عام 2015. لكن بين عامي 2016 و2020 عبرت درجات الحرارة هذه العتبة مرارا وتكرارا. لكن أول مرة تتجاوز بشكل كبير. هذا الحد في يونيو عام 2023. في عام 2015، 197 دولة تبنت اتفاقية باريس للمناخ. هذه الاتفاقية تهدف للحد من زيادة درجات الحرارة إلى الدرجة والنصف مئوية. 194 دولة وقعت على هذه الاتفاقية. 193 دولة ودول الاتحاد الأوروبي. لكن لماذا ارتفع درجات الحرارة بهذا الشكل في يونيو؟ السبب هو عودة ظاهرة النينو. النينو هو تحول دوري في نظام المحيط والغلاف الجوي في المحيط الهادي الاستوائي. وهو الذي يؤثر على التقص في جميع أنحاء العالم. يحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات. خمس سنوات في المتوسط. وعادة ما يستمر من تسعة أشهر إلى سنتين. وبذلك ولهذا السبب ارتفع الدرجات الحرارة في المحيطات العالمية لأعلى مستوى شهرين متتاريين في أبريل ومايو. لتتجاوز عتبة 0.6 درجة مئوية. أيضا الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. تتوقع استمرار ظاهرة النينو بنسبة تسعين في المئة حتى عام 2024. وأيضا تتوقع استمرار تجاوز عتبة الدرجة والنصف مئوية لدرجات الحرارة حتى نهاية عام 2024. في الولايات المتحدة أو ربع الولايات المتحدة تعاني من الجفاف. أيضا حرائق اندلعت على مساحات شاسعة في غابات كندا. بريطانيا والصين تعانيان من درجات حرارة عالية. ويبقى السؤال متى ستجني الكرة الأرضية ثمار الاستثمارات المليارية؟